قراءة ثانية مع حضراتكم في السادسة والحقيقة برضو شكر واجب لانه انا من زمان بحلم وبتكلم حتى في السادسة مع حضراتكم انه الدولي المصري يليق به انه يكون واحد من افضل الدوريات ومصر ما تقلش عن اي دولة اوروبية يمكن الامكانات المادية ما تقرنش بقندية اوروبا لكن الرصيد والتاريخ والانجازات والامكانيات حتى على مستوى الارض تسمح لنا بان احنا نكون واحد من اهم واقوى الدوريات على اقل في افريقيا والمنطقة العربية والصورة اللي احنا شفناها مبارح نطلع شوية برا الاهل والزمالك الصورة اللي مبارح شفناها الحقيقة في مباراة كرة قدم بين قطبي الكرة المصرية الاهل والزمالك حاجة تشرف حاجة كنت بتمنى شوفها في ملاعبة كرة القدم المصرية من زمان الساد القاهرة بشكل وبعملية تطويره الاكتر من رائعة اعتقد صورة مبهرة من اللقطات الاولى اللي بدأ فيها البس التليفزيوني التصوير وجودة الصورة شيء ولا اروع التنظيم ودخول الجماهير يحصى بالحقيقة لتذكرتي النقل النوعية اللي عملتها فيه عملية جودة متابعة مباراة في كرة القدم داخل الملاعب يعني انا حضرت بنفسي يمكن في بطولة امم افريقيا وشفت اللي كنا بنتكلم عليه وبنشوفه بيحصل سبق ليه ان انا حضرت مطشط في بعض الدعوة الاوروبية وكنت بقارن الحقيقة بين التجربة السيئة جدا اللي كانت موجودة عندنا في مصر هنا عشان تحضر مباراة كرة قدم عملية التنظيم وعملية الدخول وعملية التوقيت في الحضور للملاعب الكرة وبين اللي بيحصل في اوروبا وكننا الحقيقة فرقين بمئة سنة ورا لكن الحقيقة اللي بيحصل النهاردة في مصر اعتقد انه يدعم ويساعد بشكل كبير جدا كمان على عملية عودة الجماهير بعداد اكبر للمباريات في الفترة اللي جاء وده اللي نتمنى شكرا للجماهير اللي حضرت لانها كمان قدت انطبع كواس جدا وصورة محترمة عن جماهير الكرة في مصر وشكرا طبعا للمنظومة الابنية بالكامل اللي قامت بمجهود كبير جدا عشان تخرج المباراة بالشكل ده استمتعنا بصرف النظر عن ان احنا استمتعنا زيادة شوية بنتيجة المباراة وبتقلق نجومنا وفوز نادي الاهلي بنتيجة تاريخية في ليلة مش هننساها رجعت لنا ذكريات الستة واحد وبالمناسبة التلاتة اللي دخلوا يعني قضى يقونا شوية بس ما ينفوش انه السكور مبارح كان تاريخي ويفضل موجود لسنين قدام زي الستة واحد كده بتاعة جيل حسام غالي ورداش حيطة وخالد بيبو وغيرهم طبعا والحضري وغيرهم من نجوم النادي الاهلي بيحسب للجيل ده واعتقد كمان من القدم افضل الاهم انه الاهلي مبارح ادى جرس انظار كبير جدا انه السنة دي محدش يقدر على الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله على فكرة احنا موصلناش للنهاية احنا لسه مجرد بداية وانا برضو بأكد رغم التفوق على الاسماعيلي بالاربعة والتفوق على الزمالك بالخمسة الموسم ده صعب جدا ومحتاج شغل ومحتاج مجهود ومحتاج تركيس كبير جدا ومحتاج نعالج اخطاءنا خطوة بخطوة ونبص الناقصنا ونحسن فيه ونطور فيه نجومنا مبارح ادو مباراة اكتر من رائعة وخليني حاطلع بيكم مرة مطش الاهلي والزمالك شوية اوفكركم بنتيجة اختياراتكم في مباراة الاهلي والبنك الاهلي واللي فاز فيها النادي الاهلي واحد صفر خليني اقولكم انه الجماهير باجمع